اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى جولة الصحافة لهذا اليوم ونبدأها بأبرز ما عنوانت به الصحف نبدأ بالصحف العالمية حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كما الأمازون حرائق في بوليفيا المجاورة أيضا تعيث الغاء الخراب وفي صحيفة الاندبندنت البريطانية ترامب يقول على إيران وقف الأنشطة النووية والصاروخية الاتفاق الذي أبرمه أوباما معها قد انتهى طهران تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة كما أنها تحت ضغوط مالية هائلة بسبب العقوبات وفي صحيفة الجاردن البريطانية احتجاجات هونغ كونغ اعتقال العشرات مع تحذير الحكومة من الوضع الخطير بعد اشتباكات عنيفة أطلقت فيها الشرطة نيران التحذير بالانتقال إلى الصحف الخليجية نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ترامب يصرح إيران تحت ضغوط مالية هائلة ولا نسعى لتغيير نظامها وقال إنه من السابق لأوانه جدا أن يلتقي ضريف ونقرأ في صحيفة الشرق القطرية غارات إسرائيلية على بقاع البقاع اللبناني تستهدف مقر القيادة العامة للجبهة الفلسطينية ونشرت صحيفة الخليج الإماراتية الإمارات تحالفنا مع السعودية استراتيجي ودورها محوري وأسقاط مسيرة حوثية وست صواريخ باليستية حوثية تجاه جازان وننتقل إلى الصحف التركية حيث نشرت صحيفة ينيشفق أردوغان يصرح هذا هو الانتصار التاريخي الذي وضع أسس الجمهورية التركية في رسالة نشرها الأحد بمناسبة أسبوع النصر الذي تحتفل به تركيا كل عام في الأسبوع الأخير من أغسطس بمناسبة انتصارات الجيوش التركية ونقرأ أخيرا في صحيفة ديل صباح أردوغان إذا ماطرت واشنطن في اتفاق المنطقة الآمنة سننفذ خطتنا الخاصة والآن عزائي المشاهدين مع عرض لرسوم كاريكترية جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية نتابع أمان ترجمة نانسي قنقر ضربات إسرائيلية في سوريا العراق ولبنان ضربات وصفها خبراء بالخطيرة فهل تؤدي هذه الهجمات التي استهدفت أهدافا إيرانية وأهدافا لحزب الله إلى حرب إقليمية أم ستكون كما سبقها من الهجمات نسمع تغريدات وخطابات نارية ثم تنطفئ النيران ويطبق المثل الأسدي نحافظ أو نحتفظ بالرد في الوقت المناسب والمكان المناسب دعونا نتابع مقالا نشرته صحيفة ديلي تيليغراف وترجمته شبكة بي بي سي ثم نستقبل النقاش صحيفة ديلي تيليغراف نشرت مقالا يتناول الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على مواقع إيرانية قرب العاصمة السورية دمشق تقول الصحيفة إن ما حدث ينذر بأن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله أصبح قريبا جدا خصوصا بعد تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ليلة الأحد من انطلاق مرحلة جديدة من الحرب مع إسرائيل وتعهده بأن الزمن الذي كانت إسرائيل تنفذ فيه هجمات على أي مكان في لبنان متى ما شاءت وتظن بأنها ستبقى آمنة قد انتهى وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أفاد بأن الغارة استهدفت منشأة لطائرات دون طيار يديرها فيلق القدس الإيراني ويعتقد أنها كانت تستعد لشن غارة بطائرات دون طيار على إسرائيل من جهته قال المتحدث باسم حزب الله محمد عفيف في وقت لاحق إن طائرتين دون طيار خرجتا من السماء في الساعات الأولى من صباح الأحد سقطت الأولى دون أن تحدث أضرارا وأضاف أن الثاني انفجرت على المركز الإعلامي للحزب قرب مطار بيروت مما تسبب في أضرار جسيمة مؤكدا أن الحزب يقوم بفحص الطائر التي لم تنفجر وأثار الحادث بحسب المقال حفيظة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري الذي وصف الحادث بأنه انتهاك واضح للسيادة اللبنانية وقرار الأمم المتحدة الذي أنهى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله عام 2006 ويشير المقال إلى أن إسرائيل تخشى أن يصبح حزب الله المعارض أكثر قوة خصوصا بعد مشاركته في الحرب إلى جانب بشار الأسد مما سمح لمقاتليه باكتساب خبرة في ساحة المعركة وجمع ترسانة هائلة من الصواريخ إضافة إلى إيجاد موطئ قدم للحزب شرق الجولان مباشرة ويختم المقال بالقول إن الضغوط التي كانت تمارسها الحكومة اللبنانية على نصر الله حالت إلى حد ما دون إرسال مقاتليه إلى سوريا وحفظت لبنان من الإنجرار إلى مربع الصراع السوري لكن نصر الله يقول إن الأمر تغير الآن خصوصا بعد الهجوم الإسرائيلي إذن عزيزي المشاهدين تبعنا هذه التفاصيل التي نشرتها شبكة بي بي سي البريطانية وللحديث حول هذا الموضوع نضم إلي عبر الهاتف المختص والباحث في الشأن الإسرائيلي السيد سعيد بشارات سيد سعيد أهلا بك معنا أهلا بكم مساء الخير مساء النور سيد سعيد تطورات وصفت بالخطيرة تجري في لبنان وسوريا برأيك هل تؤدي هذه التطورات إلى مواجهة عسكرية بين حزب الله ومن الممكن أذرع إيرانية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي طبعا كما نعلم وبتابع الأمور خطيرة وحساسة جدا بالظاهر هناك تحركات إسرائيلية بدأت من قبل أيام عندما قامت طائرات الاحتلال بقصف موقع قالت إسرائيل عنه أنه كان يحتوي على نشطاء لحزب الله وإيرانيين بنون تنفيذ هجوم على دولة الاحتلال وقامت بقصفهم بعد ذلك تطور الأمر بالطائرات التي سقطت في بيروت وما تبع ذلك من الإعلان لأول مرة بشكل مباشر والإجراءات التي قام بها نيتنياهو من عقل جلسات وعمل فوضى كبير جدا في تلك الليلة هناك من ذهب إلى اعتبار أن الموضوع هو عبارة عن صرصرة سياسية وعمل سياسي نريد من خلاله الدنيا وأن يجني بعض الأصوات بهذا التحرك الذي يعتبره إنجاز خاصة في جبهة كالجبهة السورية التي يعتبر أن هناك عدم رب في كل مرة لكن هذه الأمور تطورت هذه المرة ربما بشكل أعمق لذلك هو أدرك هذا الموضوع وحاول أن يخطو خطوات إلى الأمام بدل التراجع اليوم عقد مثلا جلسة للكبنيت في منطقة ولكن سيد سعيد ألا ترى أن هناك جرأة كبيرة من الاحتلال الإسرائيلي يقوم بضرب أهداف في العراق وسوريا والأمس بلبنان يعني هل انتهى الرادع الذي كان يوجه للاحتلال الإسرائيلي من قبل المنظمات أو تنظيمات العسكرية سواء في لبنان أو في سوريا بالعكس العكس هو صحيح نتنياهو يعلم أن الأمور قد تغيرت إقليميا قد تغيرت حلبة الصراع في الجبهات الجميع لذلك المرضوع هو نتنياهو لذلك لأنه مرضوع وخائف جدا خاصة بعد التطور العسكري الذي مر به حزب الله وحماس في قطاع غزة وفصائل المقاومة لذلك هو مرضوع وما يقوم به هو عبارة عن شد الحفل أكثر لأنه يؤمن أنه يمكن شده أكثر ولكن كيف تفسر قيامه بعد خطاب حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بالأمس قيامه بمهاجمة أهداف جديدة على الحدود اللبنانية مع لبنان وسوريا لأنه لا مفر أمامه إلا أن يهاجم لكي يشعر ألخاف المحز بالله وإيران أنه غير خائف مع أنه خائف جدا 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 تأرض اليوم منع دخول الجيش حتى إلى منطقة شمال فلسطين هناك منطقة واسعة تم إغلاقها بالحواجز ومنع مركبات الجيش من دخولها هناك جلسة للكبينيت واستدعاء لبني جانس رئيس أكبر حزب في دولة الكيان التشاوى معه الأمور خطيرة ويعلم جنياه أنها خطيرة ولكنه يغامر ويشد الحبل الأكثر لأنه يقول ربما هناك يمكنك حقيق أكبر قدر من الإنجاز ورجع العدو المقابل لكن لا تعلم في أي لحظة يأتي رد مثلا من لبنان لأنه إذا جاء رد من لبنان ستنقلب الأمور وربما إذا لم يتم السيطرة عليها ستندل حرف كثير طيب كيف من الممكن أن ترد ميليشيات أو يعني حزب الله كيف من الممكن أن يرد على هذا التصعيد يعني حزب الله حسب يعني خبراتنا دي وتجربتنا أو علمنا بسياسته لا يرد في سرعة كأحجاب صادقة مثلا عندما تعرض بعض كوادره لأتصفي على يد دول الاحتيال قام بالرص لكن بعد فترة بعد حسابات يصفها محمل وعنها لا تريد أن تؤلم الاحتلال لكن ولا تريد أن تعرض لبنان لتتمير إذا ما حدث شيء كبير لكن هناك رأس يعتقدون بأن صمت حزب الله هو ضرب له وتعتبر نقيصة إذا ما رد في ظل أن مثلا قطاع غزة يرد على أي اعتداء للاحتلال يعني لبنان يختلف كثيرا ما حدث لحزب الله واستهداف عناصره يمكن أن يدفعه إلى الرد وحتى الاحتلال عندما ألقى كلمة أم قالوا أنهم يدرسون كلماته كلمة كلمة لأنه ربما هذه المرة جاد بالرد الذي سيكون حسب اعتقاده المحدود وموضعي كما يدعان الجيش الاحتلال أو ما يسمي الحرب التي يحدثها في سوريا ولذلك حرب موضعية وجراحية موضعية شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي يا سيد سعيد بشارات شكرا لك على مشاركتك معنا إذن أعزائي المشاهدين ينضموا إلي عبر الهاتف الصحفي اللبناني السيد عبد الرحمن صلاح الدين سيد عبد الرحمن أهلا وسهلا بك معنا أهلا بكم سيد عبد الرحمن كيف تفسر ما جرى بالأمس من استهداف لمواقع الحزب الله ومواقع أيضا لإيران في سوريا وبعد ذلك جاء تصريحات نارية من الأمين العام لحزب الله وبعدها تلا ذلك هجمات كذلك على الحدود اللبنانية السورية إسرائيل وسعت دائرة عمليتها العسكرية إلى العراق وهي تهدد أيضا بتوسعتها إلى اليمن ضد حلفاء إيران في المنطقة وهي أيضا كثفت من العمليات يعني أول أمس حصل ضربات جوية في الإيران وفي سوريا وعلى الأغلب ما حصلت في لبنان كانوا عبارة عن ضربة أو محاولة تنفيذ عملية وهذا شيء نادر أن توجه إسرائيل ثلاث ضربات في ثلاث دول في ليلة واحدة وفي الليلة التالية جرى ضربتين ضربة في لبنان وضربة في غزة ألا يمثل ذلك تغون إسرائيلي على الجوش أو تنظيمات التي تواجهها؟ إسرائيل تريد رفع ثقف المواجهة مع هذه القول التي تواجهها واضح أن الإسرائيليين يبدو إذا استبعدنا موضوع الحمالات الانتخابينين يبدو أن الإسرائيلين باتوا مستعدين للحرب ويعتبرون أن الفلصة الآن متاحة أمامهم في هذه اللحظة التي تعيش فيها المنطقة أنهم هي اللحظة الأفضل بالنسبة لإسرائيل لخوض الحرب والأقل سواء بالنسبة لإيران أو عفوا الأكثر سواء بالنسبة لإيران وحلفائها طبعا هذا يعود بداية إلى كثرة مشاكل إيران مع جيرانها ومع شعب المنطقة أولا وثانيا إلى العقوبات القاسية التي استعرض لها إيران وحلفائها في المنطقة إسرائيل سيد عبد الرحمن أين رد حزب الله على هذه الخروقات؟ ألا يعتبر أو تعتبر هذه فرصة لإيران بيدفع حزب الله لمواجهة الكيان الإسرائيلي بعد خروقاته على الأراضي اللبنانية؟ أمينة عام حزب الله البارحة هدت بأن يكون الرد في حاله ثم استهدفت بعدها القوات أو الطيران الإسرائيلي أهداف جديدة على الحدود اللبنانية السورية نعم الإسرائيليون ردوا على التهديد بإعطائه الذريعة للرد في حال قرر حزب الله الرد أظن أن التحضير لمثل هكذا عملية سيستغرق خاصة أن ما حصل في دمشق وإفشال لعملية كان يحضر لها حزب الله وفعل قدر فعلى أغلب على أن حزب الله سيحضر لعملية جديدة إذا في حال تم اتخاذ قرارات يتم تنفيذها بين عشر إلى شهر إلى شهرين بعد التخطيط لها لرد وربما الإسرائيلي يريدون مثل هذا الرد أن يحصل لأجل فتح مواجهة مع حزب الله هم يرون الآن أن فرصتها أنسب من أي وقت آخر طيب الأمين العام لحزب الله يعني حسن نصر الله صرح بالأمس بأنه تم انطلاق مرحلة جديدة يعني مع الاحتلال الإسرائيلي هل هناك مثلا طريقة جديدة أو استراتيجية جديدة للمواجهة بينه وبين الكيان الإسرائيلي برأيك نعم واضح أن حزب الله والجماعات مرتبطة بإيران تعمل على استقامتين أساسيتين حتى الآن واضحتين في المعارض التي تحصل في المنطقة التقانية الأولى هي التقانية الطائرات بدون طيار ومحاولة تنفيذ هجمات يعني أكسل هذه الطائرات بدون طيار عبر هجمات انتحارية لهذه الطائرات إلى الأهداف هذا ما تفعله جماعة الحوثي بالنسبة للسعودية وحاولت إيران أن تفعله من سوريا باتجاه الجولان المحتل هذه التقانية الأولى التقانية الثانية التي يريد حزب الله ربما العمل عليها هو نقل المعركة إلى داخل شمال كنصرين المحتلة في حالة وصول أي مواجهة لتحقيق نوع من الصدمة ولتشكيل ضغط كبير على الرأي العام الإسرائيلي أظن أن حزب الله سيحاول الاعتماد على هذان العنصرين على أمل أن يكون قد فتح عفرا جديدا لكما يقول في المواجهة مع إسرائيل لكن أيضا لإسرائيل ما في جعبتها ولحزب الله أيضا أشياء أخرى في جعبته لا نستطيع التكاهم بدقة من يعتبر هذه المرحلة هي أفضل لهم من سابقاتها الصحفي اللبناني السيد عبد الرحمن صلاح الدين شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا إذن أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي جولتنا في الصحافة فاصل قصير ثم يصحبكم زميلي صلاح بابقي لاستكمال حوار المنتصف ابقوا معنا اشتركوا في القناة